اشتركوا في القناة 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 بشكل اساسي يفرز من قشرة الغدة القذرية تلات انواع من الهرمونات اول نوع معانا اسمه جلوكو كورتيكويد تاني نوع معانا اسمه مينيرالو كورتيكويد تلات نوع معانا هنتكلم عن اول نوعين بس اللي هو الجلوكو كورتيكويد والمينيرالو كورتيكويد اما النوع التالت تقريبا انت تداده في موديول الربرودوكتوف انا مش عارف انتخذت الموديول ده اصلا ولا لسا تعالى انبدأ كلامنا على اول نوع من الهرمونات التي تفرزه في فشرة الغدة القذرية اللي هو الجلوكو كورتيكويد الجلوكو كورتيكويد هم في الاصل مجموعة هرمونات او بالاخص هرمونين بس مش مجموعة هرمونين بس اللي هم الكورتيزول بالل والكورتيزون بالن تمام كده تمام والكورتيزول اللي هو بالل ده له اسم تاني اسمه هيدرو كورتيزون وركز بقى في الاسماء عشان ما يطلق واش يبقى كورتيزول او هيدرو كورتيزون هم الاتنين واحد وكورتيزون ده واحد تاني الواحد تعالى نتكلم عن أول واحد اللي هو الكورتيزول الكورتيزول هو الماجر جولوكو كورتيكويد هو اللي بيمثل أغلبية الجولوكو كورتيكويد طيب الكورتيزول معلومة عنه بسيطة هو لس بوتان يعني أقل في القوة مش قوي قوي زي الكورتيزول وشين معلومة كمان بتقولك أن الكورتيزول ممكن يتحول لكورتيزول عن طريق الليفر يبقى ثاني الجولوكو كورتيكويد هما هرمونين يأما كورتيزول يأما كورتيزول الكورتيزول بتحول لكورتيزول في الليفر حلو الكلام؟ الكورتيزول هو الماجر جولوكو كورتيكويد أما الكورتيزول لس بوتانت أقل في القوة كلام جميل كده وكلام سليم تعالى نشوف إزاي هما بيشتغلوا أو الميكانيزم أوف أكشن بتاعه صلي على النبي إنزا دلوقتي الهرمونات دي اتفرزت من قشرة الغدة القذرية وزي ما انت عارف الهرمونات بتمشي في الدم تنتها ماشية في الدم لحد ما وصلت للخلايا اللي هتشتغل عليها دلوقتي هتقوم مع عدية غشاء الخلية لس الممبرين وتقف في السيتو بلازم عشان لما تقف في السيتو بلازم هيقابلها ريسيبتور تمسك فيه وأول ما تمسك فيه اللي اتنين مع بعض بقى ينجيشوا بعض كده ويعدوا غشاء النواة ويخشوا ويعملوا ويشتغلوا على الDNA كلام سهله بسيط خاصة يبقى تاني الهرمون بيعدي غشاء الخلية ويقف في السيتو بلازم لحد ما يقابل الريسيبتور اللي يمسك فيه والاتنين يمشوا مع بعض ويعدوا غشاء النواة وبعد كالهرمون بيشتغل على الDNA تعالنا ارى الكلام اللي موجود قدامك ميكانيزم أوف أكشن أوف جلوكو كورتيكوي الجلوكو كورتيكوي الكورتيكو ستيرويد اللي هي اللهم صلى الله عليه وسلم وبركاته السلو بلازم الكورتيكو ستيرويد اللي هي الهرمونات اللي تفرز من كشرة الغداء الخزارية كلها تشتغل بنفس الميكانيزم بايند تو سايتوبلازم كريسيبتور يعني هي بتعدي السل ممبرين وتقف في السايتوبلازم بتلاقي ريسيبتور في السايتوبلازم وتمسك فيه بتمسك فيه عشان يشتغل ككارير ينقلها زين ترانسيبورت تو نيوكليس ينقلها لداخل النواة هوير زي انتر اكت ويز ميني دي اي اي ريسيبتور عشان تتفاعل مع تتفاعل مع وتزهر أو تعمل الفنكشن بتاعها الوظيفة بتاعتها كلام سهله بسيط خالص تعال ننقل بها عن النقطة اللي بعدها الفرماكولوجيكال اكشن او الاكشن بتاع الهرمونات دي او هي اصلا بتعمل ايه الهرمونات دي بتعمل حاجات كتير تعال نتكلم عن اول حاجة فيها الميتابوليك افكت تأثيرها على الميتابوليزم او عمليات الايدي في الجسم اللي هو تأثيرها على البروتين والليبد والكربوهايدريت والووتر تأثيرها على الكلام ده كله بس قبل ما اقول لك تأثيرها تعال نوريك صورة كده لحالة مرضية بيزيد فيها الهرمونات دي بص كده على الصورة دي تعال نقبرها الحالة دي اسمها كوشنج سندروم الحالة دي بيزيد فيها هرمونات الجلوكوكرتيكويد حلو الكلام اللي هي الكورتيزول والكورتيزول تعال نوصف ومن وصفنا للصورة دي هنعرف وظيف الهرمونات على الميتابوريزم بتاع الجسم اول حاجة هنبص على الاطراف هنلاقيها رفيعة جدا ما فيهاش عضلات ما فيهاش دهون يبقى الاطراف وتبقى رفيعة جدا ما فيهاش عضلات وما فيهاش دهون العضلات دي اصلا هي بروتينات يبقى كده الهرمون ده بيكسر في البرتينات اللي هي العضلات يبقى اول تأثير معانا للهرمون دي على البرتينات انه هو بيكسر البرتينات تاني حاجة نلاقيها في الصورة ان الست اللي قدامنا دي تقينة من منطقة الابدومن اللي هي البطن منطقة الشولدر اللي هي الكتف والفيس بتاعها برضو فيه دهون يبقى تاني تأثير معانا على الفات اللي هو بيراكم الدهون فيه تلات اماكن اللي هو الفيس والشولدر والابدومن تالت تأثير معانا على الكرباهيدريت هو بما انه هيراكم هيراكم دهون لازم يكون المنطقة اللي هيراكم فيها دهون دي فيها نسبة سكر عالية يبقى بيعمل هايبرجليسيميا في المنطقة اللي فيها نسبة دهون عالية اللي هي البطن بالنسبة لأطراف بيكون فيها هايبو جليسيميا ما فيهاش سكر كتير كلام سهل وبسيط خالصة طب بالنسبة للووتر هي باين قدامك في الصورة ان فيه احتباس مية في الجسم فيه الجسم مع ابي مية بيعمل ووتر ريتينشان تعالنا اكرا الكلام من الدهتة بتاعتنا بقى ميتابوليك افكت لجلوكو كورتيكويد اول حاجة معانا ان كارباهيدريت ميتابوليزم بيعمل ايه في الكارباهيدريت اللهم صلى الله عليه وسلم والسنة محمد الجلوكو كورتيكويد انكريز اللي بلات جلوكوز بيعمل هايبر جليسيميا بيعلي نسبة الجلوكوز في الجسم عن طريق انه هو بيقلل البريفرال جلوكوز بنحتاج انسولين ندخله جوا الخلية ومن جوا الخلية نبتدي احلقه هو بقى بيعمل anti insulin action على الاطراف اللي هو مش يبقى فيها جلوكوز ااسف مش يبقى فيها انسولين يدخل الجلوكوز جوا الخلية حلو الكلام حلو الكلام تاني تأثير معانا على البروتينات تأثيره على البروتينات لو فاكر من الصورة انه هو بيقصر البروتينات بيينكريز البروتيو لايسيز إيه هو البريتيولايسيس دي اللي هي تكسير البروتينات لذلك بيقلل كتلة العضلات وبالتالي بيخلي الأطراف رفيعة سين لم هفتجر من الصورة أن الأطراف كلها رفيعة مع هذا المنطقة اللي في النص الجزع والوش آخر تأثيره على الفات بيزود عملية اسمها بيزود عملية تصنيع الدهون وبالتالي بيزود عملية الدبوزيشن بتاعت الدهون دي بس مش في كل الجسم بيزود الدبوزيشن بتاعت الدهون دي في ثلاث أماكن اللي هما الشولدر والفيس والأبدومن ده حتى اللي وصف الحالة المرضية دي لما لقى الشولدر فيه كميات دهون عالية وصفها بلفز متنمر قوي يعني اسمه بافلو همب ولما حسب غلطه في الوصف الأولاني فوصف الوش بتاع الحالة المرضية دي سمها مون فيس يبقى مون فيس اللي هو تحس الفيس مدور كده زي الأمر في الليلة اكتماله وبافلو همب نتيجة تراكم الدهون في الشولدر آخر تأثير معانا في الميتابوليزم اللي هو على الماء الماء والأملاح انصلت ميتابوليزم له ويك مينيرالو كورتيكويد اكشن يعني ايه كلمة ويك مينيرالو كورتيكويد احنا قلنا في الاول ان كورتيكوستيرويد فيه تات انواع منها جلوكو كورتيكويد واحنا بنتكلم عليها دلوقتي المينيرالو كورتيكويد وهنتكلم عليها كمان شوية المينيرالو كورتيكويد دي بتبتدي ترجع تعيد انتصاص تعيد انتصاص السوديوم وبالتالي السوديوم بيحبس معا مية فهي هنتعمل نفس الكلام بتعمل وتراتي وكمان بترد البوتاسيا بتعمل حلو الكلام وبكده خلصنا اول تأثير او اول وظيفة للهيرمون على عمليات الميتابوليزم خليك فكر الصورة اوصف من الصورة وتفتكر كل حاجة تعال خش على تاني تأثير هو تأثيره على الانفلاميشن والمناعة وقعدة في حياتك الكورتيزون والكورتيزون واي حاجة بتفرز من كشة الغد القذرية بتصبت المناعة وتمنع الالتهاب خلي بالك بقى الاخر لما تروح عندك برد وتروح تقول في الصدرية خد حقا سمعت 3 في 1 بيحطتلك فيها كورتيزون فالكورتيزون ده صحيح بيخفف بيخفف الاعراض ودي حاجة مهمة انه بيخفف الاعراض مش بيعالج المرض انت بتحسش بقى اي حاجة بعدها وتبقى زي الفل وبعدها بيومين تتعب تاني وبيقلل المناعة وبيزود فرص العدو فحونة 3 في حدية يعني حاجة كده بشعة نرجع لموضوعنا تأثيره على تأثير الجلوكو كورتيكويد على الانفلاميشن والمناعة احنا قلنا بيثبت المناعة بيعمل اميونو سابريسب وكمان بيمنع الانفلاميشن فيعمل كأنتي انفلامتري تعني اتكلم في الاول عن المناعة انت عارف ان في مناعة بالاكسام المضادة اللي هي ان البيسل بتكون اكسام مضادة ضد انتجين معين هو بيوقف الكلام ده يبقى بيشتغل على البيسل عن طريق انهيبت انتجين انديباضي راكشن وانت عارف تاني ان في مناعة خلوية اللي هي مناعة بالخلايا اللي هي مسؤولة عنها التيسل لا احنا نوقف الكلام ده كمان فنوقف التيسل والبيسل وفي حاجة اسمها المايكروفاج المايكروفاج ده بيبتدي يلتهم اي جسم غريب يخشه لا ده احنا هنوقف كمان وظيفة المايكروفاج ده احنا هنوقف وظيفة المايكروفاج مش هنخليها التهم اي جسم غريب يخشه فييستبلايز اللايسوزومة الاكتيفتي بتاعت ايه المايكروفاج لو فاكر من قام ثانوي دم فيه جسم غريب بيخش جسمك بتتدي خلايا اسمها الخلايا الصهارية تفرز مادة مولدة للالتهاب اسمها الهستامين السطر ده كان في المناعة كده يوقف انفجار المستسل وبالتالي مش هيبقى فيه هستاميني بقى انهبت الهستامين لما يبقاش فيه هستامين مش هيحصل التهاب والالتهاب ده بيعمل فازو دالاتيشن وبيعمل بانكريز البرميابلتي بتاعت الكابلاري فالكلام ده كله هيوقف فالكورتيزون بيوقف تفجير المستسل وبالتالي بيوقف الهستامين وبالتالي مش هيبقى فيه كابلاري برميابلتي مش هيبقى فيه نفازية او ترشيح من الكابلاري كلام جميل كلام جميل تعبقى نشوف تأثيره على الانفلاميشن اللي هي الالتهاب صلي بيناع النبي انت دلوقتي لو دخل في جسمك جسم غريب مايكروب يعني عن طريق جرح او اي امكان يعني جسمك بيبتدي يتعامل معه عن طريق انه هو بيحفز انزيم اسمه الفوسفولايبيز ايه تو طب ايه بقى وظيفة الانزيم ده الفوسفولايبيز ايه تو بيبتدي يشتغل على السلممبرين بيبتدي يشتغل على ارشيدونيك اسد عشان يكون ماده اسمها البروستا جلندن البروستا جلندن لها وظيف كتير من اهمها ان هي بتخليك تحس بقلم اثناء الالتهاب واللوكس بيبتدي يشتغل على ارشيدونيك اسد عشان يكون حاجة ماده اسمها اليوكوتراين واليوكوتراين ليها وظيف كتير وانوع كتير اهمها ان هي ايه بتبتدي تحفز منعة الجسم ضد الجسم الغريب اللي دخل ده فانده دلوقتي لو عايز حاجة مسكنة بس متوقفش متوقفش الالتهاب هتبتدي تجيب ماده تصبت انزيم الكوكس يعني توقفه ده عشان حاجة اللي هي المسكنات بقى دي المسكنات بتوقف انزيم الكوكس طي اما بقى الكورتيزول والكورتيزول بتوقف عملية الالتهاب كلها انت لو فاكر من اول السلايد ان عملية الالتهاب كلها قايمة على اول انزيم اللي هو الفيسفولاي بيز اي تو فالكورتيزول او الكورتيزول بتقوم راح على الانزيم ده وتوقفه خالص فبالتالي مش يحصل التهاب اه صحيح انت مش تحس باعراض لا تحس بسخونية ولا تحس بألم ولا تحس بدا كله ولكن الميكروب لسه موجود جسمك ما بيهجمهوش مناعتك قليلة فبيزيد فرص العدوى تعالى نقرأ الكلام اللي موجود عندك في الداتا الفيسفولاي بيز اي تو انزيم انهيبت سينساز بتاع البروستا جلندن والليكوتراين لما يشتغل على الفيسفولاي بيز اي تو بيوقف تصميع البروستا جلندن والليكوتراين تمام كده تمام كده خلصنا تأثير الكورتيزول او الكورتيزول على المناعة والإنفلاميشن تعالى نخش على تأثيره على الكارديوفاسكولار سيستم انت عارف انه هو بيعمل سولت ووتر ريتينشن بيعمل احتباس مية واحتباس المية ده بيسبب هاي بارتينشن بيسبب ارتفاع في ضغط الدم انت لو فاكر من السلايد بتاعت الميتابوليك افكت انه هو له ويك مينيرالو كورتيكويد افكت يعني له تأثير كمينيرالو كورتيكويد بيعيد امتصاص السوديوم وبالتالي بيسحب مع مية وبيرمي البوتاسيوم تعالى نقرأ الكلام قالك تأثير جلوكو كورتيكويد على الكارديوفاسكولار سيستم بيعمل هاي بارتينشن ليه؟ لانه بيسبب سوديوم ووتر ريتينشن وكمان بيعمل حاجة بقى بيينكريز السنستيفتي تو كاتيكولامين اهم الكاتيكولامين الهرمونات الطوارئ اللي هما الادرينالين وانهو ادرينالين انهما اصلا بيرفعوا الضغط لو اتفرزوا فانت دلوقتي لو الادرينالين والنور الادرينالين اتفرزوا بكمية صغيرة جدا هايبقى تأثيرهم عالي لانهو زود الحساسية ليهم تمام كده؟ تمام تعال خش تأثيره على رابع سيستم معانا او تأثيره على الهيماتولوجيكال اكشن اللي هي تأثيره على الدم يعني بص بيعمل انكريز بيزود تصنيع الاربسيز وكمان بيزود خلايا النيوتروفيل في الدم حلو الكلام حلو الكلام وكمان بقى بيزود الكواجيليشن فاكتور يعني بيزيد من عوامل التجلط فاللي بياخد كورتيزون او كورتيزول بيبقى فرص انه يجيلي جلطة عالية جدا تعال خش على الخامس تأثير معانا اللي هو الـ CNS اللي هو central nervous system اللي هو المخ يعني بتأثيره على المخ بيعمل ايه فورية بيعمل سعادة طب ما حاجة حلو هاي بس فولو دباي دبريشن يعني سعادة مصحوبة بعدها باكتئاب تحس انه بنت كده فهم بحالات بعد كده سادس تأثير معانا على الاي اللي هو العين بيزود ضغط العين increase intraocular pressure سابع تأثير معانا هو على البون اللي هي العظم بيقلل العظم بيعمل هشاشة في العظام بيقلل البون matrix عند كمان بيعمل calcium excretion يعني بيبتدي يخرج الكالسيوم من عظم ويزود نسبة الكالسيوم في الدم اخر تأثير معانا تأثيره على الديبلوبمنت بيعمل gross retradition بيعمل تأخر في النمو كلام جميل كلام جميل اوه كده خلصنا الفرمكولوجيكال اكشن بتاع الجلوكو كورتيكوي تعالى هنخش على therapeutic uses انت دلوقتي لما قدرت تستخلص الكورتيزون او تصنعه او تعمل منه صورة صناعية واتباعها في شكل دوا في الصيدليات ايه بقى استخدامها يعني بماني لها اضرار كتير كده ايه استخدامها بقى نستخدمها امتا هنستخدمها في اول حالة معانا لما يكون الادرينال ايه اسف ادرينو كورتيكو disorder يعني الادرينال جران مش قادرة تفرز الهرمونات اللي هي كشرة الغدة القذرية مش قادرة تفرز الهرمونات اللي هي الكورتيزون والكورتيزول فبنقوم نستخدمكم كريبليس منتثيرابي يعني كعلاج بديل انت دلوقتي مش في جسمك الهرمونات دي فهنهدها لك في شكل حبوب او في شكل حقن من برا ده اول استخدام معانا لها تاني استخدام معانا نان ادرينال ديس اوردل اللي هي الامراض اللي ملهاش علاقة بالادرينال جلاند زي بقى الامراض المناعية وما الى ذلك نتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي تعني نتكلم على اول واحدة اللي هي ادرينو كورتيكو ديس اوردل ان كشرة الغدة القذرية مش قادرة تفرز الهرمونات بتاعتها بسم الله اول مرض معانا هو كورونيك ادرينو كورتيكال انسوفيشانسي ان كشرة الغدة القذرية خلاص بقى مدى الحياة مش تفرز الهرمونات دي تاني هنسميها المرض ده اسمه اديزون ديزيز طب العلاج بتاعه ايه؟ قالك العلاج سهل و بسيط الكلام ده اظن الجرعات ده كلام فرما باحت مش عليك يعني اول حاجة هنستخدم جلوكو كورتيكويد زي الكورتيزول او الهايدرو كورتيزول نستخدمه من بره طب الجرع بتاعته ايه؟ من 20 ل 30 ميلي جرام لكل يوم وبنزود الجرع دي في حالات الاسترس او حالات الجراحة يعني اي مشكلة اي حاجة بنزود الجرع دي وكمان هنستخدم معاها مينيرالو كورتيكويد لاني انت عارف ان قشرة الغده الكاثوريه بتفرز 3 انواع من الهرمونات اللي هي الجلوكو كورتيكويد ومينيرالو كورتيكويد فاحنا دلوقتي ادينا لك اللي هو الكورتيزول وكمان هنديده مينيرالو كورتيكويد زي الفلايدرو كورتيزول الجرعات برضو هارجع وقولك الجرعات مش عليك مش حفظه يعني طب تاني مرض معانا بقى اكيوت ادرينو كورتيكال انسوفيشنسي اديسون كرايسيز اسمها ايه؟ اديسون كرايسيز فرق في الاسئلة بين اديسون ديزيز و اديسون كرايسيز فرق شاسع لاني ال اديسون كرايسيز ديا ممكن يكون واحد بيستخدم مثلا كورتيزول و ام وقفه مرة واحدة فجسمه ما بيفرس فحصل مفاجئ الموضوع مفاجئ و ان شاء الله هيتعالج طب ايه اعراض الاديسون كرايسيز؟ ليها 3 اعراض ايسف اربع اعراض مهمة جدا هايبوتينشن لان انت دلوقتي بتستخدم كورتيزون من بره فجسمك خلاص بقى ما بقاش يفرس كورتيزون لما توقف الكورتيزون من بره مرة واحدة و جسمك ما بيفرس كورتيزون فيحصل ان الضغط يوطى لان الكورتيزون كان بيعادل الضغط و كمان هيعمل هايبو جليسيميا لان الكورتيزون كان بيعامل هايبرججليسيميا فمفيش كورتيزون فالسكر نسبة سكر الدم هتقل و يصحبه بفومتينج ترجيع و شوك نتيجة وطوة ضغط يعني اما الضغط يوطى جامد بنخش في ايه شوك يبقى الاديسون كرايسيز ليها اربع اربع كلينيكال بيكيتشور هايبو تينشن هايبو جليسيميا فومتينج و شوك طب العلاج بتاعها العلاج سهل و جسيد خالص هنديره هايدرو كورتيزون اول ما يجيلك في الاستقبل هديره هايدرو كورتيزون كام ميلي بقى متين ميلي اي في يدرملو متين ميلي عاصول دي حد مايفوق معانا وبعد كده هندره مب sólo 100 ميلي كل ستة ساعات وبعد كده بعد ثلاث جرعات من الميت مينل لكل ستة ساعات هنديره ثلاث مرات وبعدها هندلو ميت ميلي كل 12 ساعة هندره جرعتين يوم كعمل يعني وبعد كده من خمسين لخمسة وسبعين ميلي لكل يوم بس ده اورال مش اي في كلام جميل كلام جميل طب هو حد جالك في الاستقبال وعنده شك وعنده هايبوتينشن وعنده هايبوجليسيميا هتعمل له ايه اول حاجة عشان نعلي الضغط هنديله نورمال صلائن واجلوكوز نديهم له اي في هنعلي الضغط ونعلي السكر بتاعه ولو حالة ضغطها وطي اوي ممكن نعمل لها بلات ترانس فيوجن ونديله كمان فازو بريسور حاجة خابضة للاواعي الدموي يبقى تاني تعالى نشوف الاهمية الثرابيوتكيوزيز بتاعه الكورتيزون او الهايدرو كورتيزون يستخدم في حالات اللي هي ادرينو كورتيكال انسوفيشنسي سواء كورونيك او اكيوت كورونيك اسمها ايه اسمها اديسون ديزيز اكيوت اسمها ايه اديسون كرايزز في الاديسون ديزيز هنديله ايه هايدرو كورتيزون وفلايدرو كورتيزون طب الاديسون كرايزز هنديله ايه هنديله اول حاجة واهم حاجة انك تديله هايدرو كورتيزون 200 ميلي جرام في الجرعة الاولينية حد ما يفوق ثم 100 ميلي جرام 3 جرعات 100 ميلي جرام كل 6 ساعات 3 جرعات ثم 100 ميلي جرام كل 12 ساعة جرعتين ثم بعد كبه من 50 الى 75 ميلي جرام بس اورل وهو اصلا جايلك الاستقبال ضغط واطي فهتديله نورمال سلاين ومعاجله كوز عشان نعلي الضغط ونعلي نسبة ايه السكر ولو ضغط واطي قوي هنديله نعمله اسف بلد ترانس فيوجن يعني ننقله دم وكمان نديله فوازه بريسور يعني قابل للعوعية الدموية عشان نعلي الضغط طب دي الامراض المتعلقة بالغدة القذرية طب تعالي نشوف الامراض اللي مش متعلقة بالغدة القذرية صلى على النبي كل امراض الاوتوميون غلجها كورتيزون لاني اصلا الكورتيزون مش بيعالج الكورتيزون بيوقف المناع فانت مش تحس باعراض يعني امراض الاوتوميون دي انت كل اللي هتعمله فيها انك هتوقف الاعراض بس وكمان كل الامراض المناعية ااسف كل الامراض الالتهاب اللي هي الصعبة المزمنة تتعاني كل الكلام اول حاجة معانا انفلماتري دي سوردر الامراض الالتهاب المزمن زي النيورايتس والدرماطايتس والجاود الجاود دول هو النقرس فده مرض التهاب مزمن فانت مش هيعيش المريض يعني طول العمر يتقلم من الالتهاب الموجود فبندي له كورتيزون يقلل الالتهاب بيقلل الاعراض الالتهاب ويمنع الالتهاب اصلا تاني حاجة معانا اللي هي الاوتوميون ديزيزة زي الريماطايد ارثرايتس والسيستيميك لوباث ريس روماتوزيس اللي هي الزئبة الحمرة والروماتيك كاردايتس اللي هي الحمرة الروماتيزمية والالتيراتف كولايتس اللي هي مرض مناعي بيبتدي هاجم الامعاء الغضيزة بتاعة المريض تالت شكل من الاشكال اللي هي هيعالجه معانا اليرجيك ديس اوردر زي البرونكيا الازمة والارتكاري الامراض الاليرجي اللي هي الحساسية دي بيكون الجسم له رد فعل عنيف المناع عليها رد فعل عنيف ضد انتجين عادي يعني مثلا انت في يومك العادي بتشم تراب عادي ممكن تشم تراب كده غاصبين عنك حتى فيها تراب طاير في الهواء وكده فجف منخيرك عادي يعني هتعتص وخلاص لا ده في ناس عندها حساسية من الكلام ده بتبتدي الجسم يهاجم التراب ده بعنف قوي لدرجة انه هو اصلا بيأثر على العيان مش بيأثر مش بيهاجم التراب ده بيهاجم العيان نفسه فالاليرجيك ديس اوردر زي البرونكيا الازمة او الارتكاري اللي هي الحساسية او الورجان ترونس بلانتيشن اللي هي عملية للأعضاء الجسم لما تنقله عضو بيرفض الكلام ده العضو ده بالنسبة لي حاجة غريبة ده حاجة جديدة علي احنا هنرفضها هنبتدي نهاجمها بالمناعة احنا دلوقتي وظيفة الكورتيزون ان هي هتوقف المناعة فهنوقف ان الجسم يبتدي يهاجم العضو المزروه خامس حاجة معانا الشوك والهايبوتينشن انت دلوقتي حد عنده دخل فيه شوك يعني ضغط واطي جامد قوي او عنده ضغط واطي هنديله كورتيزون لان الكورتيزون اصلا بيعلي الضغط طب ايه الحاجات اللي هي بتوتي الضغط زي الانافلاكتك شوك والسبتيك شوك انافلاكتك شوك اللي هو انت مثلا خد حاجة وليكن مضاد دحاوي خد حقوق ان انت مضاد دحاوي وهو عنده منع حساسية الجسم بيقوم واطي الضغط جامد فالمريض بيغم عليه فدي اسمه شوك فانت دلوقتي بدي تديره كورتيزون عشان نعالج الشوك ده سادس حاجة معانا سليبرال ايديمة الناس اللي عندها ايديمة حوالين المخ قبل ما تخش جراحة بنيديها كورتيزون عشان نقلل من الانفلاماتوري ايديمة اللي هي انفلاميشن بسبب الايديمة سابع حاجة معانا الناس اللي عندها هايبر هايبر كالسيميا او هايبر فيتامينوزيس دي لان الكورتيزون بيبتدي يخرج الكالسيوم بيعمل اكسيكريشن للكالسيوم فالناس اللي عندها زيادة في الكالسيوم هنديله كورتيزون وكمان بيخرج الفيتامين دي فالناس اللي عندها زيادة في الفيتامين دي هنديهم كورتيزون سهل وبسيط خالص هاو الاطفال او الجنين اللي عنده حاجة اسمها ان اللانج بتاعته مش قادرة تتكون بشكل سليم هندي كورتيزون بيعمل ايه بقى الكورتيزون بيستمولات اللانج بيستمولات اللانج نضوج اللانج يعني تنضج تكتمل النمو عن طريق انه بيحفز تكوين حاجة اسمها السيرفاكتنت السيرفاكتنت دي حاجة في اللانج من مكونات اللانج اظن ان نخذتها في ميديولي الرسبيراترو يعني وبكده خدنا الثرابيوتيك يوزيس بتاعت الكورتيكو كورتيكو كورتيكو جولوكو كورتيكويت ايه اللغبات اللوحات فيها دي تعبقى نشوف الادفيرس افكت اللي هي الاعراض بتاعت الجولوكو كورتيكويت بسم الله الادفيرس افكت دي بتظهر مع الاستخدام الدائم للكورتيزون الاستخدام الطويل يعني انت دلوقتي لو خدت حونة كورتيزون هيحصل لك اعراض عادية خالص ويتنتهي خلال اليوم يعني مش هتطول معاك لكن الناس اللي بتاخد كورتيزون بشكل دائم بيطول معاها وبيعمل معها النتائج العكسية اللي نقولها دلوقتي اول حاجة بيعمل معها كوشن بيعمل معها حلقة مرضية اسمها كوشنج سندروم الكوشنج سندروم قلتهالك في اول محاضرة الست اللي جيبنا صوريتها اول محاضرة دي دي عندها كوشنج سندروم بيعمل حاجة اسمها مون فيس بيبتدي يراقم الدهون في الوش بيعمل حاجة اسمها اكني يعني بيزود الحبوب في الوش وبيعمل حاجة اسمها هيريشتيزم يعني بيزود الشعر فيتخيل بقى يعني بيبقى سيت مثلا عندها كوشينج سندروم فبيقى عندها شعر وشها حاجة يعني صعبة تاني حاجة معينا بيعمل متابوليك افكت متابوليك افكت ده فبيعمل ويت جين يعني بيكتسب وزن بس مش وزن من العضلات بيكتسب وزن من الدهون والمية وبيعمل هايبرجليسيميا يعني بيزود نسبة سكر الدم فبالتالي ممكن يقدي المرض اسمه الضيبيتاس مليتس اللي هو المرض البول السكري وكمان بيعمل مسل ويستنج يعني بيقل او بيكسر في البروتين بتاع العضلات فانت المريض بيفقد كمية كبيرة من العضلات بتاعته وفقدان كمية كبيرة من العضلات ده بيعمل حاجة اسمها ثن لم افتكر بقى من اول سلاين اخر حاجة بيعملها معانا في الميتابوليزم ان هو بيعمل ثنينج للسكين بيخلي اللسكين بتاعتنا رؤيئة جدا تالت تأثير معانا تأثيره كمنيرالو كورتيكويد افتكر ان المنيرالو كورتيكويد بتبتدي تخرج انتصاص السوديم وتبتدي تخرج البوتاسيوم فلما هو يعيد انتصاص السوديم فيعمل سوديم ووتر ريتينشن فسوديموتر ريتينشن ده بيؤدي الى هايبر تينشن كلام سهل وبسيط خالص وقلنا قبل كده رابع حاجة معانا اللي هو اميونو سابريشن بيبتدي يصبت المناعة وخلي بلك ما الكلمة الجديد بيعمل ماسكينج للمانيفستيشن اوف انفكشن لو واحد بياخد كورتيزون وحصل له عدوى الشخص الطبيعي اصلا لما يحصل له عدوى بيبتدي يسخن بيبتدي يحس بها مدان بيبتدي يكح وما الا ذلك يعني من اعراض لكن اللي بياخد كورتيزون ممكن يخش المايكروب جسمه مش يحس باي حاجة والمايكروب يعيش في جسمه ويبهدله خالص ومش حاسب باي حاجة وكمان بياخر التقام الجروح وبيساعد على انتشار العدوى لما انت مثلا لحد عنده جرح وبياخد كورتيزون الجرح مش هيتلب هخش منه عدو هو مش يحس بتأثير العدوى لان اصلا هو حاصل حاجة اسمها الماسكينج للمانيفستيشن متاع الانفكشن فانت دلوقتي مش تحس بالعدوى اصلا والمايكروبات والبكتيريا هتخش جسمك واتعيش والدنيا تبقى حلوة وانت مش هتبقى حاجة خامس تأثير معانا بيعمل بيعمل اكتئاب وسايكوزيس ممكن يقدي الى جنون سادس تأثير معانا بيعمل في الاطفال بيعمل تأخر في النمو في الاطفال بس مع يعني انت لو طفل بتديله من الكورتيزون هيحصل تأخر في النمو بتاعه اخر حاجة بقى تأثيرات عامة كده بيعمل بيبتكالسر بيعمل كورحة في المعدة بيعمل كتركت على العين بيعمل مية على العين بيعمل جلوكومة بيعمل ميوباثي التهاب في العضلات وصغر في العضلات يعني بيزود نسبة تغلط الدم فالمريض اللي بياخد كورتيزون بيبقى زيادة نسبة فرسته زيادة المريض اللي بياخد كورتيزون بيبقى عنده اللهم صلى الله عليه وسلم و ركعة سنة محمد بيبقى بيبقى معرض اكتر ان يحصل له جلط بعدك بيحصل التراتوجينيستي بيعمل تشوه الجنين لو ام بتاخد كورتيزون وهي حامل الجنين بتاعها بيطلع مشوه طب الادفيرس افكت ده بالنسبة لبرونجتيوز طب الادفيرس افكت وز صادن وز دروال يعني لو واحد بياخد كورتيزون و ام وقفه مرة احدا صلى على النبي انت دلوقتي داخدت كورتيزون من بره جسمك هيفهم ان فيه كورتيزون فهي مش هيطلع كورتيزون من الجسم فالجسمك دلوقتي ما بيفرسش ايه كورتيزون جيت انت قمت موقف اللي ايه الكورتيزون من بره و مرة واحدة هيحصل لك حاجة اسمها الأكيوت أديسون كرايسيز اللي احنا قلناها من شوية أو أكيوت أدرينو كورتيكال إنسافشانسي ان الجسم يخش في حالة من الهايبوتينشن الهايبوجليسيميا والفوميتنج والشك طب نعمل ايه عشان نتجنب ده ما نوقفش كورتيزون مرة واحدة و قبل ما نوقفه ندي حبوب من هرمول لكي يحفز الغدة القذرية عندنا انها تفرز كورتيزون بتاع نقرأ الكلام الأعراض التي تحصل مع التوقف المفاجئ للكورتيزون بيدخلك في حالة مرضية اسمها الأكيوت أديسون كرايسز هنتجنبها زي هنوقف تديجيا وإحنا بنوقف تديجيا هناخد حبوب من حاجة اسمها الـ ACTH هرمون الـ ACTH المحفز إنه يحفز الغدة القذرية تفرز الهرمونات قبل ما نوقف الكورتيزون كده إحنا خلصنا الـ adverse effect تاعت الكورتيزون تعالي نخش بقى على الاحتياطات اللي نتخذها أو اللي نتبعها مع المريض اللي بياخد الكورتيزون أول حاجة avoid adrenal cortical separation يعني نتجنب إن الغدة القذرية أو كشرة الغدة القذرية يتبطل تفرز الهرمون ده عن ضريق إزاي؟ هنتجنب بالكلام ده إزاي؟ إنه نحنا نديله smallest two doses نديله جراعات صغيرة قوي كشرة الغدة القذرية مش هتوقف صناعة الهرمون ثاني حاجة نعمله gradual withdrawal نوقف واحدة واحدة أصلا ممكن يكون المريض جسمه ما بيفررسي كورتيزون في حالة طوارق عايزة كورتيزون هاي بوتاسيوم هاي كالسيوم مع الهاي بوتين لإني الكورتيزون بيعمل بريتيولايسز اللي هو بيكسر البرتين رابح حاجة يعمل regular examination للblood pressure والblood glucose والbody weight يعني يبتدي يعمل examination للضغط والسكر والوزن بشكل دائم ومستمر ومع تسجيل النتائج خامس حاجة بيعمل X-ray دايما على الاسباين بتاعته خلال 6 شهور كل 6 شهور يعمل X-ray عشان لو فيه osteobrosis هشاشة في العظام نتدي إيه نعرف ويبتدي المريض ياخد حذره والدكتور يغير العلاج بتاعه آخر حاجة معانا ونقولها تاني never 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 stop therapy suddenly ما ينفعش نوقف العلاج مرة واحدة عشان نتجنب اللي هي acute adrenocortical insufficiency اللي هي addition crisis كلام جميل كلام جميل كده احنا خلصنا الاحتياطات تعال نخش عليها l-condra indication اللي هي ممنوع بقى ندي المريض ده cortisone امتى يكون ممنوع ندي المريض ده cortisone لما يكون المريض عنده diabetes mellitus لان الكورتزون بيعلي نسبة السكر في الدم لما يكون المريض ده عنده hyper tension لان الكورتزون بيعلي الضغط لما يكون المريض ده عنده بيبتكالثر لان اصلا الكورتزون بيعمل بيبتكالثر لما يكون المريض ده عنده TB هو اصلا الكورتزون بيوقف المناعة فيبقى عنده بقى عدوى وانت تدي له كورتزون فيوقف المناعة خالص ويبتدي بقى TB يتواغل في الجسم ولما تكون ست حامل ما ينفعش نديها في بداية الحمل كورتزون لان بيعمل تراتوجينيستي وكمان المريض اللي هو عنده مشاكل نفسية واكتئاب ما ينفعش نديله كورتزون لاني الكورتزون بيعمل بيعمل ديبريشن وبيعمل سايكوزيس وكمان المريض اللي عنده هيربس انفكشن اللي المصاب بفيروس الهيربس ما ينفعش نديله عشان ما ينفعش نوقف المناعة تاني اخر حاجة معانا المريض اللي عنده استيبروسيس هشاشة في العظام او اللي عنده كورتزون ما ينفعش نديله كورتزون لان الكورتزون بيبتدي يخرج الكالسيا من العظم ويقلل البون ماتريكس والمريض اللي عنده كورتزون زيادة فمشا نديله كورتزون وبكدا نكون خلصنا اول جزء معانا اللي هو الجلوكوكورتكويد تعالا بقى نحل شوية اسئلة على الجلوكوكورتكويد ونخش عالجزء الثاني من المحاضرة اللي هو المينيرالوكورتكويد اول سؤال معانا أولوفولونك أدرينا الكورتيكوستيرويد إكسبت ها افتكر الأدرينا الكورتيكوستيرويد هم اللهم صلى الله عليه وسلم ورقا سنة محمد الجلوكوكرتكويد اللي هم الكورتيزون والكرتيزول منيرالو كورتيكويد اللي هو الألدوستيرون ودي احنا نخدها في جرقات تأمي المحاضرة واسكس هرموني يبقى الإجابة بتاعتنا هي الأدرينالي تاني سأل معانا الكورتيزون ممكن يتحول لكرتيزول في الليفر تاني سؤال معانا الجلوكوكرتكويد الجلوكوكرتكويد لما تزيد بتعمل ايه بقى بتعمل فات دي بوزيشن في الشولدر بتعمل فات دي بوزيشن في الفيس فتعمل حاجة اسمها بفلو هم وامون فيس في أول إجابتين مش معانا بتعمل هايبر جليسيميا بيزود نسبة سكر سكر الجلوكوس في الدم في آخر إجابة مش معانا يبقى الإجابة بتاعتنا هي الثالثة بتعمل سين لم بمش سيك لم وخلي بالك من سين لم لاني بتعمل بروتيولايسر بتجسر في البروتينات وبالتالي بتنفقد كمية مصل كبيرة بعد كده جلوكو كورتيكويد انهيبت نقط انزيم الكوكس اللي هو السايكول اكسجينيز ولا اللوكس اللي هو اللايب اكسجينيز ولا الفوسفولايبيز اي تو بتوقف الفوسفولايبيز اي تو وبالتالي بتوقف عملية الانفلميشن كلها بعد كده السؤال اللي بعده وي شود فولو ضايت كونتين نقط وين يوزنج جلوكو كورتيكويد لما المريض نكتب له على كورتيزون هنخليه يتابع ضايت ازاي الضايت اللي هيتتابعه لو ان ايه هاي كالسيوم هاي بوتاسيوم هاي بروتين فتبقى الاجابة بي وسي اللي هي هاي بروتين هاي كالسيوم هاي بوتاسيوم لو ان ايه بي وسي اخر سؤال معنا الهايدرو كورتيزون از لس بوتانت دي صحة ولا غلط ها اسامعك يا اللي قلت صح هي غلط لان الهايدرو كورتيزون هو الكورتيزول اللي بالقلم تعال نخش على الشقة التاني من المحاضرة بتاعتنا اللي هو بعنوان المينيرالو كورتيكويد المينيرالو كورتيكويد هم هرمونين الالدوستيرون وده خد نفس سنوي لو فاكره اللي هو بيعيد امتصاص السوديوم ويخرج البوتاسيوم والدي اكسي كورتيكوستيرون ده هناخد عنه معلومة بسيطة خالص تعال نتكلم اول حاجة عن الالدوستيرون الالدوستيرون لو فاكر من ايام سنوي هو يعيد امتصاص السوديوم ويعمل اكسي كوريشن للبوتاسيوم فبالتالي لما يعيد امتصاص السوديوم بيسحب معه مية وبالتالي الضغط بيرتفع فالالدوستيرون وظيفته انه بيعلي الضغط فبالتالي امتا يتفرز الالدوستيرون الالدوستيرون يتفرز في حالات الضغط الواطي لما يكون الضغط الواطي الالدوستيرون يتفرز فيعلي الضغط وكمان لما يكون فيه بوتاسيوم كتير الالدوستيرون يتفرز عشان يخرج البوتاسيوم انت عندك الكنترول بتاع الالدوستيرون امتا يتفرز مكتوب عندك حاجة اسمها رينين انجيوتينسين سيستيم يعني ايه كلمة رينين انجيوتينسين سيستيم عشان نفهم الكلام ده اخذك لحتة بره لداتا بتاعتك سيكا هنتكلم فيها عن رينين انجيوتينسين سيستيم انت دلوقتي او المريض ضغط وطي فجأة مين من الحاجات اللي بتحس بالضغط الواطي الكلية الكلية اول ما بتحس ان الضغط وطي بتفرز مادة اسمها الرينين المادة دي بتروح على حاجة اسمها الانجيوتينسونجين اللي بتتفرز من الكبد تحول الانجيوتينسونجين دي لحاجة اسمها انجيوتينسين 1 والانجيوتينسين 1 ده بيشتغل عليه انزيم بيتفرز من اللونج من الرئة اسمه الانجيو تينسين كونفيرتنج انزاين بيبتدي يحاول الانجيو تينسين 1 للانجيو تينسين 2 يعمل بقى بقى ايه الانجيو تينسين 2 الانجيو تينسين 2 يروح على قشرة الغدة القطرية ويبتدي يحفزها ان هي تفرز الالدستيرون عشان يعلي الضغط ده قرر ان الانجيو تينسين سيستم هو مش عليك كل فكرة الانجيو تينسين سيستم ان الضغط بيوطع فالانجيو تينسين سيستم ده بيكون حاجة اسمها الانجيو تينسين 2 الانجيو تينسين 2 ده بيبتدي يحفز فراز الالدستيرون طب دي اول حاجة طب تاني حاجة الالدستيرون بيتفرز في حالات الانكريز بوتاسيوم يعني لما يكون بوتاسيوم عالي جدا لاني الالدستيرون بيخرج البوتاسيوم في البول فلما جسمك يكون فيه بوتاسيام كتير الألدوستيرون بيتفرز بكميات كبيرة عشان يتخلص من البوتاسي تعال بقى نشوف الأكشن بتاع الألدوستيرون الألدوستيرون له ريسيبتور معين على حاجة اسمها ديستال كومفليوت التبيول انا مش عايف انت خد تهرمون مديول الرينال ولا لا بس تعال نتكلم عن ديستال كومفليوت التبيول شوي انت عارف ان الوحدة البنائية والوظيفية للكلية هي النفرون كلام سنوي ده انا مش مالوش علاقة بال اظن ان اكفكروا من السنة النفرون ده بيتكون من كذا حتة كده في حتة منهم اللي هي دي انا نقبر عليها اللي هي دي اللي هي دي اللي هي دي اسمها ديستال كومفليوت التبيول الديستال كومفليوت التبيول دي عليها مستقبلات خاصة بهرمون الاولدوستيرون فالالدوستيرون بيروح يمسك في الديستال كومفليوت التبيول بيعمل ايه؟ بيعمل سوديم ووطر ريتنشن بيعود امتساس السوديم وبالتالي يسحب معه ميا وبيانكريز الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم كلام سهل وبسيط خالص وبنعيد عملين نعيد ونزيد فيه يبقى تاني الاكشن بتاع الالدوستيرون بيمسك في الريسيبتور موجودة على الديستال كومفليوت التبيول ويعمل حاجة اسمها سولت ووطر ريتنشن بيبتدي يحبس ميا ويبتدي يحبس سوديم وبيتخلص من كميات البوتاسيوم الموجودة في الجسم تعالي نتكلم عن حاجة اسمها الديستيرون انتاجونست انت دلوقتي عندك زيادة في الالدوستيرون عايزين ندي علاج يوقف تأثير الالدوستيرون اول حاجة معانا هو الاسبيرونولاكتون مهمة 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 اقابلك كتير قوي الاسم ده اسبيرونولاكتون الحالات بيكون فيها الالدوستيرون علي جدا بنديله سبيرونولاكتون تاب تاني حاجة معانا هي البروجستيرون ميلد كومباتاتف انهيبيتور او كومباتاتف انتاجونست الالدوستيرون بيبتدي ينافس الالدوستيرون على الريسيبترو بتاعته والكميته اكبر هو اللي بيلاقيه بيقف على الريسيبترو كلام سهل و بسيط خالص تعال بقى ناخد كلمتين عن الدي اكسي كورتيكو اللهم صلى الله عليه وسلم كورتيكوستيرون هنتكلم عن الدي اكسي كورتيكوستيرون كلمتين بموتات خالص بطنت منيرالو كورتيكويد يعني مينيرالو كورتيكويد بيبتدي علي الضغط بيعود امتصاص السوديم ويرمي البوتاسيون في البو مع غلوكو كورتيكويد نو نسيت تعلمها باللون القريب نو غلوكو كورتيكويد اكشن امتى نستخدم دي اوكسي كورتيكوستيرون في حالات الهايبو ادرينال ستيت اللي هي لما يكون كشة الغضة القذرية مش قادرة تفرز الهرمونات او مش قادرة تفرز منيرالو كورتيكويد بشكل اساسي منيرالو كورتيكويد نعطيها اوكسي كورتيكوستيرون بس ده كلمتين بالكورتيكوستيرون بعدك نتكلم عن داوة اسمه فلايدرو كورتيزون احنا نتكلمنا عنه في الاول و نعطيه في حالة ال Addison disease فلايدرو كورتيزون بوتنتدوسستيتك داوة مصنع بوتنتدوسستيك منيرالو عند جلوكو كورتيكويد يعني هو أصلا لو تأثير كمنيرال كورتيكويد ولو تأثير جاء جلوكو كورتيكويد يوزد إنهايبو أدرينال ستيت اللي هي الأديسون ديزيز بس الكرونيك كرونيك أديسون ديزيز كلام جميل تعالى نتكلم عن آخر عنوان معانا في المحاضرة بتاعتنا اللي هي كورتيكو ستيرويد أنتاجونست يعني إيه بقى الكورتيكو ستيرويد أنتاجونست انت دلوقتي عندك الكشرة الغودة القذرية يبتدت تفرز هرمونات اللي حصل فيها ورم مثلا ويزاد على الخلايا فبتدت تفرز هرمونات بكيميات كبيرة قوي إيه بقى الدواء اللي هو الأنتاجونست المضاد للهرمونات ده هم تقريبا ستة أدوية هناخدهم هناخد كلمتين عن كل واحد منهم لإن ده أصلا شغل فرما وهنشطر المحاضرة بتاعتنا خلاص أول دواء معانا اسمه أمينو جلوتا ثامايد أمينو جلوتا ثامايد الأمينو جلوتا ثامايد ده بيشتغل ازاي خلي بالك بقى بولوك كونفيرشن الكوليستيرول توه حاجة اسمها البريجني نولون أنا مش فاهم اي حاجة تعالى أفاهمك هرمونات كشرة الغودة القذرية دي بتبتدي تتكون كلها بطريقة واحدة أول خطوة في الطريقة دي أول خطوة في الطريقة دي إن الكوليستيرول بتحول الحاجة اللي مادة اسمها بريجني نولون بريجني نولون بريجني نولون أو بريجني نولون زي السيكسي هرمون زي الاستروجين والاندروجين والبروجستيرون وما إلى ذلك فتعالى نجعل بتاعتنا تاني إن الأمينو جلوتا ثامايد بيبلوك الكونفيرشن بيمنع تحول الكوليستيرول لحاجة اسمها البريجني نولون البريجني نولون فبالتالي هنوقف تصنيع هرمونات كتير زي المنرالو كورتيكويد والجلوكو كورتيكويد والسيكسي هرمون حلو الكلام حلو الكلام طب إيه بقى اليوزز بتاعت الأمينو جلوتا ثامايد هنستخدمه معه نستخدمه معه اسمها المصلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد الميترابون الميترابون والكيتو كونازول الميترابون والكيتو كونازول اسمها الفرما دي ريخمة جدا تورديوس الاسترويد سيكريشن امباشن كوشنج سندروم لما كوشنج سندروم بيكون عنده زيادة في افراز هرمونات كشرة الوضة القذرية فنستخدم معه الأمينو جلوتا ثامايد مع الميترابون والكيتو كونازول حلو الكلام؟ حلو الكلام تاني دوا معنا الكيتو كونازول الكيتو كونازول ده له انتي فانجل افكت مضاد للفطريات هو بوتنت بوتنت قوي نون سليكتف مثلا بيوقف تصنيع هرمون معين بيوقف تصنيع كل هرمونات كشرة غدة القذرية ممكن بالطبع يعني ما بيوقف تصنيع كل هرمانات كشرة الغض القذرية من ضمنها الجناد الستيرويد اللي هي السكس هرمون اللي بتتصنع فيه الجناد اللي هم الخصيتين والمبيضين وما إلا ذلك خلي بالك بقى أن الكيتو كونازول ده عشان يستخدم كأنتاجنست للكورتيكوستيرويد لازم ندي بهايدوز لإني هو لو سينسيديفتي كأنتاجنست للكورتيكوستيرويد لما تدي لو دوز بيستخدم كأنتي فانجل خلي بالك بقى أنا شوية من حتة دي تعافى ما قالك صلي على النبي دلوقتي البنات والولاد البنات بيكون حساسيتها عالية قوي لأي حاجة بديها فبتعايت على طول الولاد بيبقى جلدهم تخنسيكا فمش أي حاجة بتزعله نفس الفكرة أن جسمك بيكون حساس عنده حسية عالية عالية جدا للكيتو كونازول كأنتي فانجل يعني لما تدي له كمية صغيرة يستخدمه كأنتي فانجل ولكن عشان نستخدمه كأنتاجونست للكورتيكوستيرويد هنديه بكميات كبيرة جدا عشان هو جسمنا عنده للكيتو كونازول كأنتاجونست للكورتيكوستيرويد تعال نقرأ الكلمة ده الحسية بتاعته عالية جدا كأنتي فانجل وبالتالي هنستخدمه بهاي دوز هرجع أقول لك اللهم صلى الله عليه وسلم و ركس من محمد إن الجرعات دي مش عليك بستعاني قرأها إت إز يوزد فور تريتمنت بيشنت و هس كوشنج زندروم ان دوز متين لألف ومتين ميلي جراه يعني الجرعات دي مش عليك تاني الجرعات اللي بنستخدمها من الكيتو كونازول من متين لألف ومتين ميلي جراه حلو كم حلو كم خلصنا كده الكيتو كونازول تعال نخش على الميترابون الميترابون دي رقم ثلاثة معانا من الأدوية اللي هي الانتاجونست الميترابون انترفيرنج يمنع كورتيزول و كورتيكوستيرون سينسيسز يعني يمنع تصنيع الكورتيزول و الكورتيكوستيرون أصلا يوزد في حالات الكوشنج سندروم طب الادفيرس افكت بتاعته خلي بالك دي الوحيد اللي هو بيعمل اللي هو ادفيرس افكت زي الكورتيزول بيعمل سولت ووتر ريتينشن و هيريشتيزم مهم 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 بيعمل سولت ووتر ريتينشن و هيريشتيزم على الرغم انه هو انتاجونست للكورتيزول الا انه بيعمل نفس تأثير نفس الاعراض بتاعته طب هل الدواء ده امن في حالات البريجنانسي كلام جميل كلام جميل كده خلصنا الميترابون ده هو رقم 3 تعال نخش على ده هو الرقم 4 اللي هو الترايلوستان ترايلوستان ده بيمنع تصنيع الأدرينا الاندجونادل هيرمون أدرينا اللي هي كشرة الغد القذرية مش هتصنع هرمونتها جنادل اللي هي الجنادز اللي هي التستس والأوفرز يمنع تصنيع هرمونتهم بس كده تعال نخش على اللهم صلى الله عليه وسلم محمد خامس دواء معانا اللي هو الابيراتيرون الابيراتيرون ريديوس سينسيز الكورتيزول والجنادلستيرويت يوقف او بيقل البق خلي بالك بيقل الريديوس مش بيوقف تصنيع الهرمونات اللي بتفرز من كشرة الغد القذرية والهرمونات اللي بتفرز من الجنادز هلو الكلام هلو الكلام بس كده تعال نخش على اخر واحد معانا الميفي بريستون الميفي بريستون ده بيأكت اس بلوقر بيبلوقنج الجلوكو كورتيكويد ريسيبتور دلوقتي الجلوكو كورتيكويد عشان تشتغل بتوقف على الريسيبتور هو بيروح يوقف مكانها يقيق في الريسيبتور فمتوقفش فما يبقاش لها تأسير طب يوز دوز ايه؟ يوز دوز بيشانت اكتوبك اي سي تي اتش سي كريشان اند ادرينا الكارسينوما اللي بيكون عندهم زيادة عالية في الاي سي تي اتش و اللي بيكون عندهم كارسينوما في الادرينا الجلان فبالتالي بتفرز هرمونات بكميات كبيرة قوي بيكون المرضى دي اصلا ما بتستجيبش لأي علاق تبقى احنا كده خلصنا الانتاجونس تعالى نحل لي شوات اسئلة اول سؤال معانا نقطة استيميوليت الالدستيرون سي كريشان الالدستيرون بيعالي الضغط فايه اللي يحفز افرازه هو الهايبوتينشن للضغط الواطي تاني سؤال معانا هوتش اوفولون جسيب في البريجنانسي ها الميترابون صح تاني سؤال معانا ميكانيزم اوف اكشن اوف امينو جلوتا ثامايد جدع بيبلوك كونفرجان الكوليستيرول البريجنينولون رابع سؤال معانا المفي براستون بلوك الجلوكو كورتيكويد ريسيبتور ده صحة ولا غلط الاجابة true والهنا تكون وصلنا لنهائة المحاضرة ان شاء الله مكنش طولت عليكم ولو في اي مشكلة في المحاضرة ياريت تكتبها في الفيدباك عشان نحاول نحلها وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم